موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نجيب فيها عن سؤال وصلنا كثيرا هل انتهى الرئيس عبد المجيد تبون بلا أدنى شك ومن حيث المنطلق أن وضع الرئيس عبد المجيد تبون بعد إصابته بكورونا ليس مثل ما قبل سيبقى يعاني في أقل الأحوال إن سلمنا جدلا بصحة البيانات التي أطلقتها رئاسة الجمهورية فإنه سيبقى يعاني لأنه لا يوجد مريض أصيب بهذه الطريقة وقضى هذه المدة وقضى مدة أكبر مما يمكن تخيلها في غرفة الإنعاش وعاد إلى وضعه الطبيعي أكثريتهم توف قليل جدا من عادة ولكن عادة يعاني من مرض خاصة بالنسبة إلى كبار السن نتحدث على الناس الذين تجاوزوا سبعين عاما ويعانون من أمراض مزمنة مثل ما هو عليه حال الرئيس عبد المجيد تبون الذي يعاني من داء السكر الضغط الدموي عنده مشكلة في الصدر وفي الرئتين قبل كله إذن قلنا إذا سلمنا جدلا بصحة رئاسة الجمهورية ورئاسة الجمهورية مارست التضليل والكذب والغموض والسبب في ذلك أن وضع الرئيس ليس كما يدعو نقول ذلك إذا كانت البيانات التسعة التي أصدرتها رئاسة الجمهورية منذ 24 أكتوبر إلى غاية هذا اليوم 7 نوفمبر على الثامنة والنصف صباحا حيث نقوم بتسجيل هذه الحلقة إن كانت هذه البيانات صحيحة فإن رئيس الجمهورية ليس على ما يرى لننظر فيها بسرعة خفيفة فقط البيان الأول صدر يوم 24 عشرة تحدث عن حجر صحي طوعي في رئاسة الجمهورية أو في منزلي هذا هو أن الرئيس دخل في حجر صحي ولم يقولوا وين ولكن إما في رئاسة الجمهورية أو في منزلي أو في أحد القصور التابعة لرئاسة الجمهورية ما قالوا شيء في نفس اليوم صدر كتبوا تغريدة أو نشرت تغريدة كأن الرئيس الذي يخاطب الجزائريين نعم إذن هذه تحدث أيضا على الحجر الصحي الطوعي يوم 27 بعد ثلاثة أيام تحدثوا عن نقله إلى عين النعجة وقالوا أن حالاته الصحية مستقرة في البيان الأول قالوا بأنه يمارس مهامه وحتى في هذا قالوا بأنه يمارس مهامه من عين النعج بناء على توصية من الأطباء هذه الجملة اللي يستعملوا فيها دائما يوم البيان الثالث صدر يوم 28 عشرة تحدث عن فحصات طبية معمقة بنقله إلى ألمانيا نقله إلى ألمانيا لإجراء فحصات طبية معمقة أنتوا من هال 24 قلتوا راهوا لاباس وراهوا حالته مستقرة وراهوا يمارس في مهامه انقلته العين النعجة يوم 27 انقلته بأنه يمارس في مهامه يوم 28 قلتوا راح إلى ألمانيا من أجل إجراء فحصات طبية معمقة البيان الرابع صدر يوم 29 أكتوبر واش قالوا فيه؟ يعني بعد يوم من ذهابوا إلى ألمانيا حسب الرواية قالوا بأنه بعد إجراء فحصات طبية معمقة أن الأطاقم الطبي يتفائل بالنتائج الفحصات وأن حالته الصحية مستقرة بعد ذلك لم يتحدثوا شيء إلى غاية الثلاثة 11 ثلاثة نوفمبر أي وصدر ذلك الوقت البيان الخامس هناك تم الاعتراف بإصابة الرئيس بكوفيد 19 رغم أنه نحن تحدثنا من قبل في مداخلات أكدنا إصابته بفيروس كورونا ورئاسة الجمهورية لم تقول شيء قالت في البيان الأول بعدما تبينت إصابة مسؤولين في الرئاسة والحكوم اعترفت إذن وثم قالت أن الحالة الصحية في تحسن تدريجي وأنه هنا تم ذكر البروتوكول الصح البيان السادس صدر في 8-11 أيضا تحسن هناك في الأقل قبل قالوا تحسن تدريجي في ثلاثة بعد خمس أيام قالوا تحسن إيجابي وأيضا إتمام البروتوكول العلاج بروتوكول العلاج وفي أيضا في ذلك اليوم صدرت رسالة باسم تبون يشكر فيها الشعب الجزائر ويطمئنه على وضع السهل هذا كان يوم 8-11 نهار 15 نوفمبر أي بعد أسبوع صدر البيان السابع تكلم عن نهاية البروتوكول الصحي وطلقي الفحوصات الطبية ما بعد البروتوكول الصحي رجعنا للمربع الأول اللي قالوا فحوصات طبية معمق أهنا قالوا فقط تلقي الفحوصات طبية ما قالوا معمق ولا سطحية ولا أي شيء بعد ذلك بقوا خمسة أيام إلى غاية 2011 صدر البيان الثامن وهو يتحدث عن رسالة ميركن التي ذكرت فيها لأول مرة فطرة النقاح وتحدثت عن شجاعة الرئيس وفي نفس اليوم تحدث ماكرو أيضا عن شجاعة الرئيس والمرحلة الانتقالية بعد ذلك بعشرة أيام صدر البيان التاسع وقالوا أنه الرئيس غادر المستشفى وتماثل للشفاء وسيعود في الأيام القادمة اليوم سبعة معناها مرور ثمانية أيام بالتمام والكمال وزيادة بعض الساعات على آخر بيان اللي قالوا في الأيام القادمة معناها تجاوزت أسبوع إذا انتهى الأسبوع هذا ولم يعد الرئيس معناها أنه ليس في الأيام القادمة بل أنه في الأسبوع القادمة وستبقى القضية مفتوحة إذن هذه رحلة رئاسة الجمهورية هناك تخبط هناك تخبط واضح في القضية هناك أكذيب كذبوا المرة الأولى والرئيس أنه أصيب بكورونا قبل 18 قبل مجلس الوزراء وكان آخر ظهور لي يوم 15 عشرة لما استقبل وزير الخارجية الفرنسي منذ ذلك الحين لم يظهر رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية أصيب بعد 15 وقبل ثم 18 وعودوا إلى على التقييم الاستخباراتي الذي بثثناه من قبل يتحدث عن المعلومات التي ثبتت الآن بعد مرور كل هذه الفترة إذن ما الذي يحدث؟ ما هذا التخبط؟ هل تفادت رئاسة الجمهورية أن تعطي الحقيقة؟ أم أن البتفليقية هذه يجب أن نؤكد على أمر هام أن البتفليقية لم تنتهي بل باقية وتتمدد وتتجدد وربما تتعدد وتسدد ضرباتها إلى كل خصومها السابقين هذه هي الحقيقة التي يجب أن نؤكدها لماذا؟ هل الرئيس عبد المجيد تبون عندما دخل رئاسة الجمهورية قام بالقضاء على لوبها ويحيى وجماعته؟ أبداً وهذه أكبر غلطة ارتكبها الرئيس بل الرئيس تخلص حتى من الأشخاص الذين كانوا معه في الحملة الانتخابية وجاب بهم لأن الرئيس عبد المجيد تبون لما ترشح كان يجري منه ومنه فقط يدير 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 كما يقولوا طاقم طاقم لحملته الانتخابية لمداومته في الانتخابات كانت الناس كل ماش مهتمة به لأنه ما كانواش يشوفوا فيه الرئيس ونحن ديداننا أن أحزاب الاعتلاف وأحزاب الدكاكين الحزبية مباشرة عندما طرى المؤسسة العسكرية يتميلي مترشح يتسابقون على التمويل ويتسابقون على الدعم لذلك الرئيس عبد المجيد تبون لما ترشح ما كان عنده حتى غطاء لذلك لم يجد إلا محمد العقاب وبعض الأشخاص دار بيهم إدارة لحملته بعد ذلك عندما وجد نفسه رئيسا للجمهورية وجد هؤلاء الأشخاص بينهم اللي ليسوا في مستوى يروح معاه للرئاسة وبين اللي اداهم للرئاسة وتخلى عليهم وطردهم قبل ما يروح استقال حتى مدير الحملة وخاصة أنه في ذلك الوقت كان قناة تليفزيونية خاصة شنت عليه حملة وكشفت ملفات علاقته مع الأتراك وكذا وكذا مما جعلهم على يقين أنه قناة مثل تلك القناة المعروفة بعلاقاتها مع دوائر السلطة تلجأ إلى تلك الطريقة معناها أن عبد المجيد تبون انتهى ولن يدخل رئاسة الجمهورية هكذا كان توهم الناس لذلك ما عونوش بالزرع المهم إذن تبون لم يتخلص من اللوبهات اللوبهات عميقة جدا بقيت في مكانها لم تزحزح أبدا أبدا ما ممسهاش وهذه أكبر غلطة ودفع ثمنها لاحقا وجين هار حدث لكم ماذا فعلوا وكيفاش وأنا في ذلك الوقت تحدثت بأنه في الرئاسة هناك لوبهات تحفر في قبر الرئيس من حيث لا يدل الحكومة فيها وزراء كانوا من درجة ثالثة عند البتفليقة كانوا في مكاتب سلال ويحيى وغيره 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 ومنهم وزير الشباب والرياضة الذي قال اسمعوا له ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد على الأفس العقلية البتفليقية وأجمعته الحكومة وزراءها ما أتى الرئيس بوجوه جديدة على الأقل بعض الوجوه المعارضة كلها من الدوائر المغلقة في جماعة كلاب ديبان وغيره وغيره ولا مرتبطة بأشخاص وهؤلاء الأشخاص مرتبطين بجماعة ويحيى وجماعة سلال وغيره البرلمان البرلمان المتفليقي في امتياز المجلس الشعبي الوطني المجلس الأمة لم يتخذ ضدهم أي إجراء بل الرئيس جرجرة عن طريق العراب الذي هو كان عراب دستور بوتفليقة والدستور الذي جابه التبون هو نفس الدستور الذي قد مقبل جماعة بوتفليقة جابه الدستور هذا وهذا الدستور عقبه على جماعة بوتفليقة في البرلمان ومجلس الأمة وكانت غلطة قاتلة أو أمر آخر نحن إذن الحملة التي أعلنها القيد صالح تجاه لوبهات العصابة في المؤسسات تكاد تكون توقفا الناس اللي راحوا للحبس طفرت فيهم واللي سلكوا ما مسهمش ما نتكلم عن الفاسدين نتكلم على لوبهات وشبكات العصابة لأنها كانت هناك غرفة سوداء ما قبل بوتفليقة كانت هناك علبة سوداء تتكون من ضباط فرنسا تقريبا كانوا 11 ضابط كانوا هم الذين يشكلون العلبة السوداء لتسير النظام وكان في مقدمتهم العربي بالخير وغيرهم بعد ذلك بوتفليقة قضى على تلك العلبة اللي كان فيها العربي بالخير والعماري وغيرهم قضى على تلك العلبة وصنع علبة جديدة العلبة هذه تتكون من عائلته سعيد بوتفليقة وخوته أمر آخر بعد ذلك جاب رجال مال وأعمال تم صناعتهم حدادوا كني نفوا تحكوتوا غيرهم بعد ذلك كناك واجهات سياسية حزاب سياسية ووزراء كلهم وخلوطة أو يحيى وسلال وأعمار بنيونس وغيرهم كانوا هذه صنع علبة هذه العلبة علبة أعطيها أي لون ولكنها كانت تسير الدولة هذه العلبة صنع عطلوبهات في كل مكان في الجيش في المؤسسة الأمنية في الوزارات في كل مكان غلط التبون أنه عندما جاء للرئاسة ما جاش بالطاقم وحتى كيدخل هو قال بأنني جمهورية جديدة للحركة الشعبي لم يعتمد على الحركة الشعبي لم يعتمد على شخصيات ذات ثقل من الحركة الشعبي هذه هي إشكاليته فظهر جهة الحركة الشعبي خصم وفي جهة الأخرى العصابة رهم خصومه لأنه مشاف الطريق لأنه عبارة عن نتيجة حتى نقوله ما مشاش نقوله عبارة عن نتيجة مسار أيده القايد صالح وأفضى إلى تتويج عبد المجيد تبون في انتخابات 12-12 كرئيس للجمهورية وأدى القسم في 19 وحظوا أن القايد صالح توفي يوم 23-12 وبذلك كان تبون رح يكون القوة نتاعه في ممارسة مهامه كان هو القايد صالح وجمعت القايد صالح في قيادة الأركان لذلك يوم الأول أول خطاب وجهه الأمة بعد أداء القسم كان يتكلم من منطق قوة وكان قايد صالح لكن بعد ذلك انقلبت الأمور للرئيس عنده الطاقم انتاعه ووزعهم هنا وهناك ولا الجيش يحلم في الأواني انتاعه ولا أي شيء لقى نفسه عاري بمعنى الكلمة يبحث كان في رح يتخبط بمعنى الكلمة علاقات مع فرنسا كانت متداهورة النفوذ الفرنسي في الجزائر لذلك الرئيس العصابة تخلت عنه ما عندوش قوة معينة الحركة الشعبية راه خصم فرنسا راه خصم لأنه عبارة عن نتيجة القايد صالح الرئيس الجمهورية وجد نفسه بلا غطاء الجيش الذي كان من قبل قبل القايد صالح كان يشكل سيشكل قوة للرئيس شبه تخلى عنه تقريبا نعم تخلى عنه أولا الجيش أوقف عمليات التطهير الداخل اللي أعلنها القايد صالح كانت يوميا ضباط جنيرال لا تعقد يساقون إلى السجون بتهم الفساد وبتهم غيره أوقفوها بل عكس ذلك تمام أن الكثير من الضباط الذين يشكلون جذور العصابة في الجيش تم إطلاق صراحهم خرجوهم من سجن البوليد العسكري في صمت تام ودخلوها من قبل ذلك في صمت بل حتى توفيق تم نقل من السجن إلى إقامة بوشاوي بسبب وضعه الصحي ولكن منذ ذلك الحين بدأت هناك الخلية أنا دائما أقول لا توجد خلية اسمها خلية توفيق ولا أن هناك عودة الظاهرة التوفيقية ولا أي شيء بل أنه توفيق عمر ما كان يشكل لوبي ضد الرئيس ولا أي شيء ولكن بعد السجن بدأت الجماعة تلتقي فيما بينها من أجل تشكيل لوبي حقيقي لوبي بدأ لاستعادة زمام القوة التي فقدوها بسبب القيد صالح وبسبب ما اتخذه من إجراءات في ظل هذا الوضع أصيب الرئيس بوباء كورونا تم نقل إلى ألمانيا إصابة الرئيس إصابة الرئيس تحدثنا عنها من قبل أنه حسب المعلومات التي توفرت لدينا أنه تم إدخال شخص مريض وكانوا يعلمون مسبقا أنه مريض بكورونا في حين الرئيس لم يكن يعلم والأجهزة الأمنية فتحت تحقيقات ثم التزمت الصمت أعد التقرير هذا التقرير ذهب إلى شنجريحة في قيادة الأركان وبعد ذلك ثربوا عليه النحل ماذا في هذا التقرير الله أعلم هذا التقرير أقرب الأمور تؤكد على أنه الموظف الفلاني أصيب بوباء كورونا قبل في مدة حوالي 48 ساعة قبل دخوله على الرئيس وتم استدعاؤه واخبرهم بأنه على لديه أعرض كورونا فقالوا له أسكت وضرب النحو ودخل عند الرئيس من هم الجهاء التي أدخلت الفيروس للرئيس هل أدخلت له بصفة متعمدة أم لا هذا الشيء موجود في التقرير الموجود في درج مكتب شنجريح وستكشف الأيام القادمة الكثير من المعطيات حول إصابة الرئيس بهذا الوباء الخطير عادت المؤسسة العسكرية بالإمساء بالأمور ونحن نلاحظ أنه شنجريح رغم أنه قائد للأركان ومن المفروض لا يجتمع لا مع رؤساء الإدارات ولا شيء هو منصب عملياتي ورغم ذلك يمارس مهامه بصفة وزير الدفاع بل أنه يخرج خلاجات على طريق القايد سالح رغم أنه الفرق أن القايد سالح كانت أولا ظروف البلاد استثنائية الأمر الثاني أنه لديه قبعة نائب وزير الدفاع شنجريح ما عنده قبعة نائب وزير الدفاع منصب سياسي يجمعوا عملياتي ما عنده حتى هو مسؤول عملياتي ورغم ذلك هو وزير الدفاع وكأنه الحاكم الفعلي للبلاد وهذا هذا مما يوحي مما يوحي أن البلاد في حالة استثنائية مرة أخرى الآن السلطة رهي في ورطة حقيقية أولا الشعب لا يعد يصدق بيانات رئاسة الجمهورية على الوضع الصحيح لم يصدق الشعب الجزائري ما تقوله رئاسة الجمهورية إلا إذا ظهر الرئيس وصلوا إلى في 30 30 نوفمبر 2020 قالوا سيعود الأيام القادمة لهذه اللحظة لهذا اليوم 7 نوفمبر ما فيش جديد ولا بيان نترقب ماذا ستقول رئاسة الجمهورية قد تقول أن الرئيس رجع قد تقول أي شيء آخر وأنا أجزم لو كان حتى إلى غاية 30 أو إلى غاية اليوم أن الرئيس يمكن إظهاره لا أظهره إما أنه كما قلت من قبل أنه الجلد على الله أعظم ولكن هذه المدة أنه يتعافى أعتقد 10 أيام أو 15 يوم ستعود له الملامح نعرفهم ناس خرجوا مرضوا دخلوا لمستشفيات وغرفة الإنعاش بعد رجعوا بدأت ترجع بعد 15 يوم ورجعت لهم الملامح نتاعهم عادية وبدأوا يتعافى إما إذا كان هذا شوفي أما إذا كان وضعه غير ذلك هذا شيء آخر إذا كان لا يمكن إظهاره ربما راه مازال بأجهزة التنفس ما يقدرش نحوله حتى يصوره ما يقدرش يهدر أمر آخر ربما أجرب أحد العمليات الجراحية هذا شيء آخر وبدأ ويطرح تطرح هذه المعلومة وأنا ليست لدي عليها أي معطيات للأمانة هذه مجرد احتمالات إذن على العموم مهما كان وضعه مهما ما حدث للرئيس أنه لا يستطيع الظهور في هذه المحل لو أن رئاسة الجمهورية قادرة تظهره ولو لثواني لا فعله ترى لماذا لم تظهره إلى حد الآن هل تنتظر أن تعيده إلى الجزائر وبعد ذلك تظهره أم أن الرئيس انتهى العوامل التي توحي أنه بغذي النظر عن التطورات التي عرفتها قضية مرض الرئيس أنه هناك تحضير إلى أشياء أخرى غير المعلومة ذكرنا من قبل عدة اجتماعات تعقد وعقدت في وزارة الدفاع وعقدت في قيادة الأركان وبينها التي تعقد في إقامات تابعة للدولة وهناك من يتحدث أنهم يجتمعون في منزل أحد الجنرالة وهذه الاجتماعات كلها تخطط إلى المرحلة القادمة الإحتمالات الثنين عودة الرئيس أو عودة معودته عودة الرئيس يكون مريض أو يكون معافا أنه يكون معافا أنا أستبعدها شخصيا لأنها الضربة تعقوية يجي مريض ترى عودة الرئيس مريض هل تكون لمرحلة انتقالية أو للاستمرارية إذا استمروا في وضع الرئيس الجزائر يحكمها رئيس مريض على طريقة بوتفليقة إذا استمروا في هذا معناها منطق العصابة أو العصابة عادة عادة لا الآن ما يقدرون ينحوا تبون يجيبوا بوتفليقة فقط إذن أو قعد انتمر يذو تحكم إذا كرح يمر المرحلة أخرى هل ترى هل هذه المرحلة إما يعلنها الرئيس بنفسه وهنا تضطر أن نعود إلى ما قاله ماكرو وقالته كلمة الشجاعة ترى هل الشجاعة هذه هناك قرارات سيتخذها الرئيس بنفسه أما عدم العودة الحالية على الأقل فهذه وضعت السلطة في ورده لأنه قبل 31 ديسمبر 2020 يجب أن يحدث توقيع لقانون المالية الرئيس إذا مقدرش يظهروه ولو لثواني رح يظهروه ويوقع على قانون المالية إذا ما زالت عندهم الفرصة اليوم سبعة ما زالوا 23 يوم في 23 يوم هذه ستتم الطبخة أما يرجع الرئيس ويكونوا صدقين في كل الرواية التي رووها وأنه فعلا يتعافى يرجع في وضعه الطبيعي أنا أستبعدها إلى حد ما أو أنهم يتخذون خطة أمامهم شيء أين الشيء الأول أنه الآن المجلس الدستوري خلال أيام القادمة عندما يتأكد أنه من الصعب استعادة عادة الرئيس يلجأ إلى المجلس الدستوري المجلس الدستوري يجمع البرلمان بغرفته وبعد ذلك يتقرر أن الرئيس الآن راه مريض بمرض خطير ومزمن أو بمرض خطير ولا يمكن الآن في هذه الفترة ممارسة مهامه في هذه الحالة يستلم من المفروض رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس الأمة بالنيابة إذن إشكالية دستورية وهنا إذا كان عين قوجين المعناها رهم رفسوا على الدستور هما لا يهمهم ولكن إذا لجأوا إلى الطريقة الدستورية يحاولوا دائما إظهار نوع من النزاة يضطروا يروحوا إلى المجلس الدستوري المجلس الدستوري يمسك 45 يوم 45 يوم هذه تعطي لهم فرصة للرئيس يتعافع وكذا بهذه الطريقة يضربوا عصفرين بحزر واحد أولا يحاولوا يظهروا بأنهم صاروا دولة مؤسسات الرئيس غاب كذا كذا وهاي وصلت المدة إذن رح يتعطل توقيع للقانون المالية كذا الدول المجلس الدستوري مارس مهام الدستورية سيتباهون به ويحجد وسائل الإعلام إلى أن الدولة الجزائرية صارت دولة مؤسسة يمسك رئيس المجلس الدستوري كما الفنيش مدة 45 يوم يمرروا قانون المالية يوجدوا الوقت ويعطوا فرصة للرئيس للراحة حتى هنا شفنا محمد شرفي قال أترك رئيس الجمهورية يرتاح وبدأ التمهيد إلى هذا الأمر ببعض الأشياء الخفيفة في هذه الحالة إذا ارتاح في 45 يوم يعود ويمارس مهامه ويحاول يبرز الجزائر أي دولة مؤسساته وكذا إذا ما مظهرش خلاص هيروح مباشرة يعقد أيضا مرة أخرى البرلمان ويتخذ قرار بالاستقال الإجبارية يعني يجبروها على الإجبار خلاص يعنوا استقالة رئيس الجمهورية بسبب ورعو الصحي ويديروا 90 يوم لانتخابات رئاسية انتخابات رئاسية لا يستطعون اتوجههم هنا مشكلة أولا مشكلة الانتخابات الرئاسية لا يقدرون يمرونها أول حاجة في ظل العزوف الشعبي في ظل جائحة كورونا كثير من الاعتبارات إذن الأرجح أن هذا المصار قد لا ينجؤون إليه لو كانوا أذكياء يرجعوا إلى هذا المصار وبعد ذلك يجدون حتى تفوت 90 يوم يجدون وفاتوا دستورية كما أوجدوها من قبل لما أجلوا الانتخابات لما كان رئيس عبدالقادر بن صالح هو الرئيس وأجلوها من جوليا إلى ديسمبر يجدون لها حل وفاتوا دستورية وزيدوا يربحوا الوقت وفي ظل هاو كمال في الني شراه هنا يوقع لهم ما يريدون وخلاص هذه النقطة أما إذا كان فكرة القضية المرحلة الانتقالية شوف الرئيس الفرنسي يجب أن نؤكد على قاعدة هامة إذا أردت أن تعرف إلى أين يتجه نظام الجزائري لا تفتش في تصريحات المسؤولية ولا تفتش في وسائل الإعلام غالبا ودائما وسائل الإعلام تحاول تشغل جماهير بأشياء أخرى غير الشيء الحقيقي الذي يخطط لكن روح ما هي التصريحات التي تأتي على ألسنة المسؤولين في فرنسا أبحث هناك لو ذهى رجعنا شوية إلى الخلف نلقو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن مرحلة انتقالية معقولة في 12 مارس 2019 لما بوتفليقة أعلنوا أنه لن يترشح لعهدة خامس تحدث عن مرحلة انتقالية معقولة قضية المرحلة الانتقالية يجددها في 20 نوفمبر 2020 بعد زيارة وزير الخارجية أو عفوا وزير الداخلية داخلية الفرنسي لما زار الجزائر في 7 نوفمبر 2020 يعني بعد 13 يوم وزير الداخلية الفرنسي لما زار الجزائر زارها من قضية من أجل قضية تعاملات واتفاقات أمنية أيضا قضية الحراق الجزائري الموجود في فرنسا ولكن على ما يبدو أنه تم إطلاعه على ما حدث أو أنه قدمت له تفاصيل ما يجري مع رئيس الجمهورية بعلمكم أنه آخر ظهور لرئيس الجمهورية كان في 15 عشرة 2020 كان مع وزير الخارجية الفرنسي وتصريحات ماكر وجاءت بعد أسبوع من زيارة وزير الداخلية وزير الداخلية رجع فرحان فرحان في الأول كانت الأمور تبدو كأن هناك غموض وبعد ذلك رجع فرحان معناها أنها قدمت له معطيات أهم من ترحيل الحراقة وكثير من الاتفاقيات الأمنية لذلك أنه رئيس الفرنسي لم يتحدث من فرق عن مرحلة انتقالية وشجاعة الرئيس بماذا تتمثل شجاعة الرئيس إما شجاعة الرئيس أنه أدرك بأنه وضعه الصحي سيء وواجه الأمر أو أنه سيتخذ قرار مثل الاستقالة مثل أنه يرجع وهو بنفسه يعلن مرحلة انتقالية مثل هذه الأشياء ونحن ندرك بأنه كلمة شجاعة وردت في يوم واحد مع ماكرو والرسالة التي تحدث لها رئاس الجمهورية حول المستشارة الألمانية أنجيلا مارد أنها تحدثت عن شجاعة الرئيس وماكرو أيضا تحدث عن شجاعة الرئيس ليس صدفة هناك في ألمانيا عندها الرئيس شخصيا وعندها كل المعطيات عن وضعه الصحي وهنا في فرنسا النفوذ الفرنسي في النظام الجزائري أقوى مما يمكن تخيله تراجع الأمر في عهد القيد صالح إلى حدوث أزمة كبيرة في العلاقات ولكن تلك الأزمة زالت نهائيا وشفنا وزير الخارجية الفرنسي تردد على الجزائر ثلاث مرات أكثر من تردده على بروكسل حيث يقع على مقر الاتحاد الأوروبية وأيضا بعد ذلك وزير الداخلية وكثير من الأمور إذن الأمور فيها مرحلة انتقالية أنه تحدث سيساعد الرئيس هو يحاول طبعا التحدث بمنطق أن الرئيس هو الحاكم الفعلي وأن القرارات التي ستأتي بإرادة الرئيس طبعا سيقول هذا الكلام في عهد بوتفلقة وكان يقول في هذا الكلام رغم أن بوتفلقة ما كانش يحكم وبوتفلقة عندهم هنا في فالتوغراس وفي لزانفاليد كانوا يقول بأن الرئيس اتخذ قرارات الرئيس بل أنه فرنسوا هولاند زار لساعات رئاسة الجمهورية الجزائرية وحظروا للرئيس شافوا في دقائق أرجع وهو ما يهم هذه أمور شكلية فقط على كل حال ليس هذا الموضوع بقدر ما نؤكد على أن تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون ليست اعتباطية كما يتوهم البعض وليست فقط تسمية الأمور بغير المسمية الأمر الذي يثبت أن هذه التصريحات جاءت بناء على معطيات قدمت من السلطات الجزائرية وطبعا بتحديدا من السلطات الأمنية في الجزائر قدمت لوزير الداخلية أنه ولا أحد مسؤول جزائري رد على الرئيس الفرنسي ولا حد ولا رئاسة الجمهورية الدين حتى بيان تنسبوا الرئيس الجمهورية ما والو سكتم أنتم تقولوا من قبل تقولوا بأننا بدأنا نرفض المرحلة الانتقالية ما فيش مرحلة الانتقالية كانوا بعض الوجوه البارزة من الحراكة الشعبية تحدث عن مرحلة الانتقالية يجري تخوينهم وسجنهم ودائما ما كانش مرحلة الانتقالية بعد 12-12 انتهت فكرة المرحلة الانتقالية الجزائر لديها رئيس منتخب بدأ بالدستور وبعد ذلك يروح للمؤسسات جي رئيس فرنسا ويقول مرحلة الانتقالية ولا مسؤول جزائري حتى الإعلام حتى الإعلام الرسمي ولا الإعلام الخاص ولا إعلام الإعلام خارج عن القانون كما يطلق عليه وزير الإعلام ما تحدثش أصلا ولا رد ولا جابوا مثقفين ومفكرين وكذا كذا يردوا على الرئيس الفرنسي ولا أحد غلقوا وإذن هناك مرحلة انتقالية كيف ستكون المرحلة الانتقالية أكيد مرتبطة بالوضع الصحي للرئيس أيذن هنا هنا نقطة مهمة معلومات وصلتني بأنه هناك زيارة لقيادات عسكرية جزائرية إلى ألمانيا وحسب المعلومات التي موفرت لدي أن عبد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع ومعه مسؤولين أمنيين راحوا لألمانيا هل راحوا لزيارة الرئيس المهم تواجدوا في الصفارة الجزائرية هل راحوا للرئيس أم لا هم راحوا يشوفوا وضعوا ما الذي يطبخ هناك شيء ما يطبخ خارج أو أكبر من قضية عودة الرئيس لو كان الرئيس رح يرجع عادي خلاص رح تعافى في فترة نقاها لبسوا وروا هنا حتى يدير في الرياضة صورة رئيس نسك كل عالم كل يعرف بأنه مريض اظهروه ما اظهروه إذن المؤسسة العسكرية تطبخ شيء آخر أنا أتمنى أنا أتمنى طبعا الظروف السياسية الآن اللي عايشينها قبل فيفري 2021 هي نفس الظروف اللي كنا عايشينها قبل فيفري 2019 رئيس مريض في الخارج بوتفريقة كان مريض حتى هو جابوه لقرنوبل وبعد ذلك سويسرا نفس الوضع الرئيس لا نعلم عنه شيء الجزائريون كانوا يتساءلون أين الرئيس بوتفريقة الآن يتساءلون أين الرئيس تبون الجزائريون كانوا لا يصدقون البيانات وما تتحدث به السلطة اليوم أيضا لا يصدقون ما تتحدث عنه السلطة عشنا هذه المرحلة من قبل أي الرئيس كان في فرنسا واقتربا في ديسمبر أيضا عشناها نفس المرحلة أن الرئيس يجب أن يدخل ويوقع على قانون المالية نفس الحكاية الدستور دعيت إليه الهيئة الناخبة وفوطوا عليه ثلاث ملايين وواحدة وعشرين مليون بين مقاطع ورافض وعازف عن الانتخابات ولا شيء يجري الحديث عنه ما صير مفتوح على كل الاحتمالات إذا انتهى الرئيس تبون معها انتهى معه الدستور معناها الأموال التي أنفقت على هذا الدستور لو أنفقت على الناس في ظل هذه الجائحة كورونا لكان أفضل بكثير تخبط السلطة لماذا تخبطت السلطة لأن المسار الذي أفضى إلى تبون رئيس داروا القيد صالح لما جاشا قريحا انقلب على هذا المسار وهذه الحقيقة التي يجب أن نؤكد عليها لأنه كنا من قبل نتحدث بأن الوعود التي كان يطلقها القيد صالح هي وعود المؤسسة العسكرية لأنه كان طاقم قل يقول نعم ولا حد يقول لا ومنهم شنجريحا شنجريحا الذي كان غير معروف يعرفه غير العسكريين الشنجريحا الذي بقي في درجة لواء سنوات طويلة ما كان يحلم أصلا أنه يصل إلى هذا المقام درجة فريق وقائد الأركان ويصير يجتمع مع رئيس الجمهورية كما قالوا في نيويورك تايمز مرتين في الأسبوع وغير ذلك لا وصل إلى شيء لم يحلم به الآن الآن الوضع ليس على ما يرام لأنه ذلك المصار ونحن نعرف أن المؤسسة الإشكالية الموجودة الناس اللي يعرف الجيش ويعرف المؤسسة العسكرية أنه كل قائد الجيش جديد يحب يخلي البصمة تاهم شنجريحا جاء في ظروف بصمات القيد صالح تتعلق بمستقبل البلاد فأراد أن يترك بصماته لو أراد ترك بصماته على مستوى داخل المؤسسة العسكرية وفي تنظيمها لقلنا نعم لكن أراد ترك بصماته في تسيير البلاد وهذه هي الحقيقة التي ما كنا نتمنى أن نصل إليها كنا نتمنى أن شنجريحا يواصل المسيرة المسيرة كقائد للأركان واشدخلوا في السياسة واشداه أسيدي كي إن وزارة الدفاع كي إن أجهزة أمنية ترافق الرئيس حتى تستقر الأمور الجزائر العصابة رهي تتخبط الوضع السياسي غير مستقر الوضع الأمني غير مستقر من الضروري أن المؤسسة العسكرية تحمي ظهر الرئيس وتعطيها قوة لكن للأسف الشديد الأمور مشتعكس ذلك تماما رجال القيد صالح بين من ذهب إلى التقاعد بين من تموا إقصاء وروحوا في البيرو ومتاعوا خبزة وسكت بينهم من ذهبوا إلى السجون قول القيد صالح توفي يا رحمة الله عليه جاءت القيادة الجديدة جاشنغريحا يريد بصمات ترك بصماته وين؟ على مستوى المشهد السياسي الجزائي جاءت له الظروف نفسها تماما رئيس مريض إذ موجود في ألمانيا منذ هاي السنة منذ ثمانية وعشرين معناها ربعين يوم هو موجود في ألمانيا ما الذي يحدث ستكشفه الأيام القادمة كل المعطيات إخواني الكرام تقول بأن الرئيس انتهى إما انتهى صحيا هذا نتمنى له الشفاء طبعا أو أنت انتهى كمسؤول عندما يعود بنفسه ظروفه تفرض عليه أو الجهات الأخرى التي أرادت تحويل مصار الدولة الجزائرية إلى مصار آخر أنها تفرض عليه أنه إما يستقيل أو أنه يشرف على مرحلة انتقالية بنفسه وما شيء أي هذه المرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات رئاسية مسبقة على طريقة اليمين زروات أو أنه انتهى سياسيا سياسيا بالفعل انتهى الدستور الذي قدمه أخفق فيه تماما فطاو عليه ثلاث ملايين شعبيت في الحظير وضع ما بعد كورونا سيكون أسوأ الرئاسة تتخبط الحكومة تتخبط إذن هذا المسار مسار 12-12 أنا في تقديري الشخص قد انتهى إما بوفاة الرئيس إما بعجز الرئيس وإما بانتحار الرئيس سياسيا وهذا الذي نراه على أرض الواقع لذلك إخواني الكرام الوضع في الجزائر ليس على ما يرام النظام في ورطة ورطة سياسية وأيضا ورطة أمنية على ما يشتعل في الصحرى الغربية وفي الساحل وفي ليبيا أيضا ورطة أخرى اجتماعية واقتصادية أيضا أن هناك غلايا داء في الشارع الجزائري حقيقة الشارع الجزائري في عمومه لحد كبير هناك نسبة كبيرة وثقت في القائد صالح وثقت في المؤسسة العسكرية مرحلة السابقة لكن مكسب الثقة ضاع مع مرض الرئيس ومع بعض الممارسات التي تجري الآن في القيادة العسكرية لذلك على القيادة العسكرية أن تستدرك ما فاتها وما ضيعته قبل فوات الأول إذا تحققت هذه السيناريوهات التي نحكي عليها ويحكي عليها غيرنا ودعا ندخل في مرحلة انتقالية المرحلة الانتقالية إما تكون بمجلس رئاسي أو أن تكون يخلقون الجو للبرلمان المجلس الأمة لا يستطيع أن يحكم رئيس مجلس الأمة لأنه بالنيابة قالهم المجلس الدستوري ربما بعد أيامات يظهرون يقول لك لا فيه واحد مرض بكورونا وره استقال ولا ره استقال رئيس مجلس الأمة عفوا رئيس المجلس الدستوري أو شيء صراط له حاجة واستقال قال إذن يبقى المجلس الدستوري أيضا في في مشكلة قانونية إذن رئيس الجمهورية يقول بأنه عاش صحيا ماذا سيفعله دخلت الجزائر في انسداد دستوري حقيقي في هذه الحالة سيتدخل مجلس الأعلى الأمن يجتمع على طريق 92 وربما يعلن المخطط الذي تم الاتفاق عليه أكثر المخططات المطروحة الآن في دوائر الجيش الجزائري ودوائر المؤسسة العسكرية هي مسألة مرحلة انتقالية لا بالرئيس تبون ولا برئيس المجلس الدستوري ولا برئيس مجلس الأمة بل مرحلة انتقالية برئيس معين سواء عبر مجلس رئاسي أو بطريقة أخرى ستظهر لاحقا هذا هو الموضوع الأقوى الموضوع الذي مسيطر إلى حد ما المؤسسة العسكرية لهذه اللحظة لم تتفق على حسب المعطيات التي وصلتنا ربما اتفقت وما زالت المصادر التي تبحث في هذا الموضوع لم تتمكن معرفة ما تم الاتفاق عليه لكن لحد المعلومات التي وصلتنا أنه لم يتم الاستقرار على سيناريو هم الآن يبحثون على معدة مصادر مع وضع الأمن بالصحة للرئيس مع فرنسا مع كثير من الدوائر من أجل بسط سيناريو يكون مقنع وسيناريو يستطيع تمريره على الجزائريين لأن هناك تحدي كبير يوجههم يتمثل أساسا في التحدي الشعبي دائما في كل السيناريوهات التي يطرحونها على مائدة الاجتماعات يقولون كيف سيكون أو كيف ستكون ردة الفعل الشعبية وخاصة في هذا الضرق من بين الأمور التي يجري الحديث عنها للأمانة أنه في حال استمروا إلى مروا إلى الانتخابات الرئاسية من هي الشخصية طرحت بعض الأسماء طرح اسم زغماتي طرح اسم عز الدين ميهوبي وطرحت أسماء أخرى أمر آخر تم الاتصال بشخصيات وذكرنا منهم الإبراهيمي وبالخادم وغيره وراجع اسم بالخادم إلى حد ما أن يكون هو الشخصية التي يستنجد به لأن اليمين زروال استبعدوا أنه يقبلهم كما لا يقبلش قبل وأيضا تزكيت للرئيس تبون لا يمكن أنه بمزاجه المعروف لا يمكن أن يقبل أنه يعود إلى المشهد ويجري استعماله من طرف أشخاص كي كان هو جنرال كانوا هم المخير فيهم رتبة كوماندون ولا مقد هذه الإشكالية أيضا شخصيات الأخرى رفضت مثل طالب الإبراهيمي وغيره رفضت أنها تدخل في أي ألعيب وتدخل في أي أمور إذن الإشكالية اللي هنا أراهم يتخبطون تخبط كبير تخبط كبير المسار الدستوري إذا أممشوا فيه يفضي إلى انتخابات متخوفين من ترشيح الحراكة الشعبة استفادة مما حدث من قبل ضيع فرصة ونصحنا كثيرا في تلك المرحلة ولكن للأسف ضيعها وجاء الآن ما صار واحد آخر ولا أعتقد بأن حسب تواصلي مع الكثير من من الشخصيات والرموز والعارفين بدهليز الحراكة الشعبة الذي تمثله لحد الآن كلهم يذهبون إلى أنه في حالة إذا ذهبنا إلى انتخابات رئاسية يجب أن يكون الحراكة الشعبة مرشة لا نرتكب الخطأ الذي ارتكبناه من قبل في عهد القايد صالح وهذا وإن كان ما زال ليس عليه الإجماع ولكن الرأي العام يؤكد ولكنهم لن يعترفوا بأنه ما قاموا به في عهد القايد صالح خطأ بل أنه يرونه صواب لأن القايد صالح أراد رئيس على المقاس كما يقولون وكأنه شينغريح الآن لا يريد رئيس على مقاسه بحسب هذا المنطق الذي يتحدثون به إذن إخواني الكرام هذا ما أردت أن أتحدث فيه إليكم في هذه المداخلة الوضع ليس على مقايرام التخبط هو سيد الموقف والأمور تتوقف على عودة الرئيس وظهوره والظروف الصحية التي سيظهر بها إذا لم يتم هذا الأمر فالحسابات والمعطيات تتحدث عن مرحلة انتقالية يجري الإعداد لها بالتنسيق مع دوائر فرنسي هذا ما أردت قوله في هذه المداخلة والذي أرجوه منكم أحبة الكرام نشر هذا المقطع وتوزيعه على نطاق واسع كما أشكركم على حسن المتابعة والمشاركة وثقتكم وتواصلكم ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله